يتصعد التوتر بين روسيا والدول الغربية أمر زاد المخاوف من تطور الأمر إلى مواجهة عسكرية على خلفية الأزمة الأوكرانية سيناريو رجحت بعض الأطراف لكن كثيرين يستبعدونه من بينهم مفوض الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل الذي أكد أن هجوماً روسياً واسعاً نطاق على أوكرانيا لا يبدو السيناريو الأكثر احتمالاً داعياً إلى وقف التصعيد واستبعد أيضاً فضل اتحاد الأوروبي عقوبات استباقية على روسيا في الوقت الرحيم لكنه توعد موسكو في حال شنها هجوماً على أوكرانيا بأنها ستواجه ما قال إجراءات قاسية من بينها العقوبات نواصل العمل على تحضير للعقوبات فقط في حالة أي اعتداء روسي على أوكرانيا رغم أن المعلومات الاستخباراتية تجعلنا نعتقد أن شن هجوم واسع النطاق ضد أوكرانيا ليس السيناريو الأكثر احتمالاً خاصة مع استمرار المفاوضات وعدم اكتمال الانتشار العسكري الروسي كما دعا بوريل موسكو إلى حوار واسع لإعادة النظر في معاهدة هيلينسكي الموقع سنة 1975 بين الدول الأوروبية والاتحاد السوفيتي وكذلك الولايات المتحدة وكندا وهدفها إيجاد أسس جديدة للأمن والتعاون بين الدول الأوروبية وفق معطيات وظروف تلك المرحلة وتأتي هذه التصريحات وسط استمرار التصعيد على الحدود الروسية الأوكرانية إذ تتهم الدول الغربية خاصة الولايات المتحدة روسيا بحشد عشرات الآلاف من جنودها على حدودها الغربية استعداداً لشن هجوم على أوكرانيا أمر تنفيه موسكو وتطالب بوقف توسع النيتو شرق القارة الأوروبية وترى فيه موسكو تهديداً مباشراً لأمنها القومي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة